كما قال الباريس أن مدريد لم تصدر تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر لعام 2023 وفي هذا الإطار أشار وزير الخارجية الإسبانية إلى أن إسبانيا لا تسمح بتصعيد العنف في المنطقة من 7 أكتوبر لن نسمح بتصريح متعلقة بالأسلحة حتى لا تصل لإسرائيل نحن نعتقد أن في الشرق الأوسط نحن لسنا في حاجة الأسلحة نحن في حاجة إلى الحوار نحن في حاجة إلى السلام والتفاوض وبالتالي هذا هو الموقف الذي نحن ندافع عنه كما قلته من قبل والعديد من المرات في رئيس الوزراء قلته أن لا نسمح بوجود تصعيد للعنف ولا نسمح بوجود ولا بتحميل أي مراكب سوف تذهب في الآخر لإسرائيل فالوضع الأسباني هو وضع رائد في هذا السياق نحن هذا الوضع كان منذ 7 أكتوبر وبالتالي نحن الآن لا نسمح بوصول أي أسلحة من أسبانيا ولكن لا نسمح أن يمر عبر أسبانيا نحن الآن